الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أن حماية الأمن القومية عملية مستمرة وخلال لقائه مع عدد من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية الذين أنهوا دراستهم أوضح الرئيس السيسي تماسك ووحدة الشعبي هما محور الارتكاز والحماية الاستراتيجية للدولة والضامن الأساسي للحفاظ على أمن واستقرار الوطن أقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع ممثلي تحالف عالمي تقوده شركة جون كوكرال البلجيكية المتخصصة في تصنيع مكونات المحللات الكهربائية التي تستخدم في إنتاج الهايدروجين الأغدر وأشهد مدبولي بالتعاون القائم بين الشركة البلجيكية وشركة سكاتيكا النرويجية التي أسهم عملها في مصر في جذب شركات عالمية لتوطين مكونات مشروعات الطاقة المتجددة في مصر مؤكدا أن مصر قطعت شوطا مهما في مجال الهايدروجين الأغدر والأمونيا الخضراء أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني أن قضايا الأمن القومي والسياسية الخارجية تحتل أولوية عاجلة بفعاليات الحوار خلال الفترة المقبلة وأشار إلى أنه قرر عقد جلسة عاجلة السبت المقبل بشأن قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية وأكد المجلس الاستمرار في تلقي الاقتراحات بشكل قضايا الدعم حتى العاشر من أكتوبر موضحا أنه سيتم عقد جلسات للصياغة النهائية للتوصيات الصادرة لإقرارها ورفعها لرئيس الجمهورية تتولى مصر رئاسة باجلس السلم والأمن الأفريقي خلال شهر أكتوبر بدءا من اليوم وأشار السفير محمد جاد منذوب مصر الدائم لدى الاتحاد الإفريقي إلى أن رئاسة المصرية المرتقبة ستعمل على تعزيز دور المجلس كجهاز معني بصون السلم والأمن والاستقرار ومعالجة التحديات الأمنية والتنموية التي تشهدها القارة الإفريقية أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية محدودة جنوب لبنان تمت الموافقة عليها وتنفيذها وفق قرار القيادة السياسية وأكد جيش الاحتلال بدء مداهمات تستهدف مواقع لحزب الله في منطقة الحدود الجنوب لبنان مشيرا إلى أن سلاح الجو والمدفعية يدعمان القوات البرية بدرابات دقيقة على أهداف عسكرية في المنطقة هذا وشن جيش الاحتلال غارات مكثفة أصفرت عن انفجارات ضخمة في الضحية الجنوبية لبيروت وتزامن ذلك مع استهداف حزب الله تحركات القوات الإسرائيلية عبر البلدات الحدودية اللبنانية بينما أعلنت إسرائيل مناطق محيطة بثلاثة تجمعات سكنية بالشمال مناطق عسكرية مغلقة ومن جانبها أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بعدد من العمليات المحدودة في لبنان وتركز على البنية التحتية لحزب الله وحول تطورات الأوضاع لقطع غزة ارتكب جيش الاحتلال مجزرتين في قطع غزة وصل منها للمستشفيات عشرون شهيدا ومائة وثامنية مصابين هذا وأعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 41 ألفا وستمائة وخمسة وخمسة عشر شهيدا إضافة إلى ستة وتسعين ألفا وثلاثمائة وتسعة وخمسين مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي رحبت مصر بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة الليبيين برعاية القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بشأن حل أزمة مصر في ليبيا المركزي وعربت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن أملها في أن تعطي هذه الخطوة الإيجابية الدفع اللازمة لجهود تحقيق الاستقرار في كافة أنحاء الأراضي الليبية وأكدت الوزارة أن مصر تعتزم مواصلة العمل على تقديم الدعم لهذه الجهود بالتنصيق مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل الحفاظ على مقدرة الشعب الليبي الشقيق وتحقيق أماله انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخرية مصر بعد الفاصل